اشتركوا في القناة سواء بوسائل اعلامة واتفزوعة ووسائل مسموع المرئي قانون فعلا قانون جيد بيضمان حرية الناس بيضمان حقوق الانتخاب والقوانين جيدة نحن معاه قانون كويس وعم يعطي فرصة للكل دون استثناء ان يشاركوا بها العملية فقانون كويس طبعا هذا يجب أن نأخذه من ناحية الديمقراطية كما يدعوا ويحكوا فكتير كويس بنظر قانون الانتخابات اللي صدر ممتاز وبرعي بالطلبات كل السوريين بكافة الشرائح مستويات يعني وطلب حق يعني حتى للشروق ده حطوها عادي ندو سوري ومن أبم وسوري كله ممتازي فهذا ما طلبنا نحن بشكل كامل طبعا قانون الانتخابات الجديد هو قانون عصري بيحاكي معظم قوانين انتخابات بالدول المتقدمة والديمقراطية بيعطي الحق لأي انسان سوري عربي بيتمتع بكامل حقوق وواجباته بأنه يترشح على منصب رئاسة جمهورية مثلا وكمان بيتيح لكل من يتمتع بالحقوق والواجبات الكاملة وفقا لقوانين والانظمة النافذة بأنه يدلي بصوته وهذا الشيء بيعطينا كمان إضافة لذلك لكل مواطن أنه الديمقراطية كاملة مثلا ما بيحق لأي انسان متسلق أو عايش خارج الوطن أو أنه يرشل الانتخابات الرئاسية مثلا هذا الشيء نقطة كتير إيجابية فيه ليش؟ لأنه بيحميني أنا كمواطن من وصول أي انسان أو حتى أنه انسيل عن رأيه فيه أنا ما بيشل أنا انسيل عن رأيه بإنسان كان خارج الوطن أو جاء عبر الحدود لحتى لي نصب حاله ولي علي قانون الانتخابات قانون عادل وبيعطي الفرصة للشعب السوري أنه يختار وبالنهاية الشعب السوري هو اللي حيختار قانون الانتخاب حسينا أنه بيشمل كل الشعب كل الفئات الشعب يعني بشكل عام وأنا بحسه كتير مناسب وهذا حق أي مواطن أنه ينتخب بهذا القانون بتيح التعددية السياسية وبتيح أنه مثلا فيه أكثر من مرشح قانون الانتخابات الجديد أنا برأيي يعني بيشمل كل الأحزاب وكل العالم يعني بأي شخص بإمكانه أنه يترشح لهذه الانتخابات يعني ما في حدا ممكن يقول أنه هذا القانون مفصل على قياس شخص واحد يعني مثل ما بنسمعها الحكي من بره طبعا كل الحكي بره نحنا ما بيهمنا نحنا بيهمنا نحنا الشعب السوري شو بيختار قانون الانتخابات الجديد هو قانون شامل بضاهي قوانين الانتخابات الأوروبية ما بيعتمد على مرشح واحد بدوا أكثر من مرشح وحتى لو كان فيه أكثر من مرشح وانسحبوا المرشحين ضل مرشح واحد ما بيقبلوا يعني هاد بظن رحيات الشعب حقه قانون الانتخابات قانون مميز أكيد طبعا بيعطي الحرية لأي مواطن بيحقه بالانتخابات أكبر ديل على هاد الشي أنه فتحوا الانتخابات على جبهتين إطار الدولة ومن خاري إطار الدولة فمعتقد فيه أكثر من هذه قانون مميز بيعطي الحرية لأي مواطن قانون الانتخابات الجديد بالجمهورية العربية السورية قانون رائع ومميز يعني ما بيعتمد على مرشح واحد فقط وبحال تم انسحاب المرشحين البقية فبيتم فتح باب الترشيح مرة تاني وأكيد هو يعني بيعتمد على 35 توقية من أعضاء مجلس الشعب وكل واحد من هال35 ما بيصير يوقع إلا لشخص واحد فأكيد بتوقع بيحقق مطالب الشعب ترجمة نانسي قنقر